طيب احنا في المحاضرة دي هنكمل بس شوية ملحوظات بسيطة في الاساسيات اللي هي تشرح في شابتر وان وبعدين هنبتدي نشوف الـ Control Structures اللي هي الـ Branching واللوبس يعني فمن الحاجات اللي هو ورهالنا الدكتور في شابتر وان التحويل من شكل الكتابة الصياغة الرياضية اللي احنا بنكتبها يعني على الورق إلى الشكل بتاع الـ Expressions اللي احنا بندخله للكمبيوتر سواء بلغة السي أو أي لغة برمجة تانية احنا ما عندناش مستويين زي البسط والمقام تمام فاحنا لازم نحط كل حاجة على وان ليبل وناخد بالنا من ترتيب العمليات والأقواس اللي احنا لازم نحطها والأقواس اللي احنا بنحطها بشكل اختياري هو هنا قال ايه لو انا عندي الـ Expression ده ما فيش حاجة ما فيش مشكلة الـ Expression ده هو محطط له أقواس كتير انا هحط زي ما هو حطط بالضبط الفرق الوحيد ان ايه على بي ديت بقت على وان ليبل باستخدام اللي سلاش خلاص لكن هنلاحظ ان الـ Expression ده اتكتب في لغة السي زي بالضبط ما هو مكتوب التزمنا بنفس الأقواس بس الطريقة دي ان انا قعد اكتب أقواس كتير غير معتادة في الـ في الـ Programming ان احنا نشوفها يعني غالبا هنلاقي حاجات زي كده كتير فممكن احتمال نغلط ان انا ننسى أقواس او نحط أقواس غلط غالبا هننسى أقواس خصوصا لما يكون في اسمة تمام فانا هنا لو لو نسيت القسين دول الماينس بي ديت بدل ما هتبقى في المقام هتبقى هي كأنها طلعت فوق خلاص فناخد بالنا دايما لما يكون عندنا جمع وطرح وبعدين اسمة بعدهم يعني الجمع بعديه اسمة او الطرح قبليه اسمة على طول ناخد بالنا دايما اذا كان فعلا اللي هيتنفذ هو الإكسبريشن اللي مكتوب ولا هيتنفذ حاجة مختلفة نتيجة ان احنا ما كتبناش الإكسبريشن صح في الـ فهنا مثلا احنا ايه لما كتبنا ايه في بي بلس سي حطنا البي بلس سي بين قسين طبعا انا عايز اعمل البي بلس سي وعايز اضرب ده في الايه هل كان لازم اعمل قسين كمان على البسط كله طراما العملية الاساسية في البسط هنا هي عملية الضرب فمش هتفرق خلاص لانه هو لما هيبتدي هو هيضرب وبعدين كل القصة ديت هتتقسم بعد كده على المقام خلاص فهو هنا محطوط مزبوط بس اضطرنا نضيف اقواس في المقام اولا ايه على سي ديت مش محتاجة قسين اللي جوه ديت لكن لازم قسين على المقام كله من اول الايه لغاية الماينس بي لازم القسين اللي برا دول في المقام من اول علامة الاسمة لغاية قبل السيمي كولون دول لازم يتحطوا هنا وإلا ايه عملية الطرح خلاص هتتنفس في الاخر لان لانها اقل في الاولوية فحيبقى الماينس بي دي كاننا شلناها من المقام ده شلناها من تحت وحطناها فوق بعد ما الاسمة تمت كلها وهنشوف برضو ان الايه خمسة نقدر نكتبها ايف 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 زي ما هو كاتب هنا بس برضو ليها اه ليها الفانكشن اللي احنا شفناها في المحاضرة اللي فاتت اللي هي اسمها فاو او بي او دابليو اللي احنا عشان نستخدمها لازم ننكلود الهيدر اللي اسمه ماس اه دوت اتش من الحاجات برضو اللي هو نبه ليها ان احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان فيه في السي الا اوتو انكريمنت اوفريتور ان احنا عندنا اوفريتور فور انكريمنت او الديكريمنت اللي هو البلاس بلاس والماينس ماينس يبقى الانكريمنت ده البلاس بلاس حيجمع على قيمة متغير واحد والماينس ماينس هيطرح من قيمة متغير واحد فلما اقول له اي بلاس بلاس السطر ده حيكافئ هيكافئ ان اقول اي بتساوي اي بلاس وان بس احنا اتعلمنا ان طالما ده اوفريتور فده معناه ان هو فيه في الهاردوير دايرة بتعمل الانكريمنت تحديدا مختلفة عن الادشن وغالبا الانكريمنت اوبريشن ديت الدائرة بتاعتها بتخلص اسرع من دائرة الادشن العادية اللي في البروسيسر فهي بتدي لو احنا كل اللي عايزين نعمله ان احنا نضيف واحد فالافضل ان انا اعمل بلاس بلاس مش ان اعمل حاجة بلاس وان ده بالنسبة للسي في لغات كتير ما فيهاش او معظم اللغات يعني او تقريبا كل اللغات مع عادة اللي هي بيزد على السي يعني اللي مش بتبقى فيها حاجة للانكريمنت ده او مش بتستفيد من الابريتور ده فبيبقى على الكمبيلر ان هو واحنا بنعمله وهو بيعمل يعني ان هو لو لقى ان حاجة بتعمل بلاس وان فالانترنالي هو بينادي الابريتور او بينادي بينفذ او بيستخدم الفانكشن بتاعت الانكريمنت اللي ايه المتاحة له اه في اللو ليفل او في البيناري بتاعت البروسيسور اللي البرنامج هيتنفذ عليه خلاص لكن في السي احنا بنقدر اننا على طول نحط ايه بلاس بلاس او بلاس وان زي ما انت اه عايد بس ناخد بالنا ان البلاس بلاس ديت احيانا بتتحط يعني مش بتبقى لوحدها كده في سطر زي ما انا عامل في الاكزامبل ده هيورينا هنا شوية اكزامبلز زي اكس اه بلاس بلاس واكس مينس مينس هنا هنضيف واحد وهنطرح واحد دول سهلين لكن بنلاقي ان دايما المبرمجين بيحطوها في وسط اكسبريشن اكبر زي هنا في الاكزامبل ده قال ان الاكز ايكوال تين واي ايكوال فايف وبعدين قال اكز تساوي اكز بلاس واي بلاس بلاس فهنا البلاس بلاس اتكتبت مع عملية خلاص لما بتتكتب البلاس بلاس في الاخر يعني نقدر نكتبها في الاخر ونقدر نكتبها في الاول يعني الجملة دي اللي هي اي بلاس بلاس ممكن اعيد كتبتها واقول في السي يعني بلاس بلاس يعني عندي طريقتين لاستخدام الاوتو انكريمنت والاوتو ديكريمنت ممكن اكتبه قبل المتغير بلاس بلاس اي او اكتبه بعد المتغير اي بلاس بلاس في الحالتين الاي هتزيد بواحد خلاص بس هنا ايه الفليكسبيلتي او المرونة بتاعت الاوفريتور ده وان انا لما هكتبه بعد معناها ان هو لو في وسط عمليات كتير نفس كل حاجة وبعدين اعمل ايه الزيادة بتاعت الاي لو مكتوب قبل الاي معناها ان لو في شوية حاجات تانية مكتوبة في السطر جنب العمليات تانية يعني في نفس الاكسبريشن يبقى الاول زود الاي وبعدين اعمل بقية العمليات اللي مكتوبة فلو بصنا للأكزامبل ده تاني السطر اللي انا واقف عنده ده اللي هو اكس بتساوي اكس بلاس واي بلاس بلاس هنا انا عندي الاكسبريشن اللي هو على يمين على يمين الاسسينمنت اوفريتور في جمع وفي انكريمنت زيادة بواحد بس الزيادة بواحد مكتوبة بعد الواي مش قبلها اكس بلاس واي بلاس بلاس يبقى معنى كده ان كأني بقوله ايه نفذ خلص بقية الاكسبريشن ولما تخلصه خالص تعالى زود الواي بواحد يبقى هنا الاول هيعمل كأني بقوله اكس بلاس واي الاول وبعد ما تخلص الاكس بلاس واي زود الواي بواحد عرفت كده ان هو كاتب البلاس بلاس بعد الايه بعد الواي فيبقى معنى كده ان هو لو كان ابتدى بالاكس والواي بعشرة وخمسة زي ما هو قايل في الاجزامبل ده فالاكس في الاخر خالص هتساوي اكس بلاس واي يعني كأننا عشان الموضوع ده افهمه اقدر اقرى البرنامج ده صح كأني لما هشوف البلاس بلاس دي في الاخر هشيلها خالص كأن الامر بيقول اكس بتساوي اكس بلاس واي تعالوا نكتبها هنا لما اشوف كده اكس بتساوي اكس بلاس واي بلاس بلاس بالشكل اللي نكتوب قدامي ده. عشان افهمها احنا هنعمل اللي هيحصل بالزبط ان احنا في الاول كأننا هنعمل اكس بتساوي اكس بلاس واي ويخلص وبعدين نعمل ده معناها يبقى هنا بس اختصرنا بدل ما نكتب سطرين او كأننا كتبناها لزقناها ايه ده مجناها في سطر واحد. والبلس بلاس عشان اتكتبت في الاخر فده معناها ان الامر ده اتنفذ بعد الايه بعد ما الامر التاني ده تم. فلما كانت الاكس والواي بعشرة وخمسة دي ما هو قال. معنى كده ان الاكس في الاخر خالص هتبقى بخمستاشر والواي هتبقى بستة. فهنا قال هنا الاكس بلاس واي هتتجمع الاول وتبقى قيمتها بخمستاشر تتحط في الاكس. وبعد كده بعد ما نخلص عملية الجمع هنزود الايه فالواي بدل ما كانت خمسة بقت بستة. ولو اغتبعنا الاكس في اللحظة دي هنلاقي فيها خمستاشر. لو عدنا نفس الاوامر دي بس بدل ما نحط البلاس بعد الايه حطناها قبل الواي. تمام? ده معناه ان احنا بنقوله اعمل البلاس بلاس الاول وبعدين اعمل بعده. يبقى هنا لو انا جيت. وعملت اكس بتساوي اكس. بلاس. تمام? بلاس بلاس واي. تمام? يبقى هنا كده بقوله اجمع زود الاول. برضو هنعمل دي بس ايه? بس الترتيب هيتغير. وانا بفهم يعني احنا مش لازم نعمل كده لو احنا فاهمنها. فلو انا عايز افهم بس ايه اللي هيحصل وما اطلعبتش. معنى كده ان انا الاول هعمل الواي بلاس بلاس. او البلاس بلاس واي. هزود الواي الاول وبعدين هعمل الجمع بعد كده والتخزين. فيبقى هنا فيه تلات عمليات هنا على فكرة. تخزين. جمع. زيادة بواحد. خلاص? البلاس بلاس. اتكتبت قبل الواي معناها ان احنا هننفس ده قبل ما نعمل بقية الحاجات. فيبقى معنى كده ان هو هيجمع الواي الواي هتبقى كانت بخمسة هيزود عليها واحد هتبقى بستة. وبعدين يجمعها على الاكس اللي فيها عشرة. فهيتخزن في الاكس ستاشر. يعني في الحالتين الواي هتزيد فعلا بس ترتيب او او حطنا البلاس بلاس بعد ولا قبل فرق في بقية العمليات فنتيجة الاكس اللي هنا واللي في دولة اختلفت. في المرة الاولى الاكس كانت بتساوي القيمة القديمة للواي قبل الزيادة زائد العشرة يعني خمستاشر. في المرة التانية الاكس كانت بتساوي العشرة زائد القيمة الجديدة للواي اللي هي الستة فطلع الاكس بي ستاشر. خلاص. اه ليه معلومات اه مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها. انا مش مش بحبز اوي ان احنا نخلي برامجنا فيها حاجات غامضة كده. يعني الناس اللي بتكتب سيه دايما بتحب انها تختصر الكتابة. تاريخيا ده كان بسبب ان الميموري بتاعت البرامج الميموري كانت ريسورس غالي. فدايما كل ما نصغر البرنامج بتاعنا كل ما يكون احسن. لكن في الوقت الحالي ده مش 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 هدف اساسي عند الناس المبرمجين. زي ما قلنا قبل كده كده مرة ان او سهولة فهم البرنامج لأي شخص بيقرأه. يعني ممكن انت تبقى شاطر جدا وزكي وتقدر تعمل الحاجات دي في برامجك بسهولة. بس انت مش بتكتب برامجك ليك لوحدك. او حتى لو بتكتبها لنفسك. مش ناوي حد يشوفها غيرك يعني. فبرضو انت بتحاول تسهل على نفسك انك انت لما تشوف حاجة تفهمها بسرعة عشان توفر اه وقتك. فالطريقة دي في الكتابة ان احنا نختصر سطور في سطر واحد دي تاريخيا من المزايا بتاعت السي زمان. لكن دلوقتي هي من الحاجات اللي بتكره الناس يعني مش بتخلي الناس تحب تتعامل بلغة السي ان هي بتلاقي حاجات كتير غامضة كده او بتاخد وقت على ما تتفهم ونعمل لها تريسينج. اه شوفنا برضو احنا المثال اللي كان بيستخدم الساين والكوساين في اخر المحاضرة اللي فاتت. وفهمنا ان احنا الدوال الرياضية اللي احنا دايما بنستخدمها زي الدوال المسلسية. السكوير تان ايه ساين اللي هي ساين ماينس وان كوساين دول اسموهم ايه ساين او ار كساين. ففي السي اسمها ايه ساين وبين كوسين الاكس. شفناها اكتر من مرة اعتقد الفاو شفناها برضو ان ايه? حق اكس قس. تري بوينت تو تو. كل الفنكشن زي داي ما هو علمنا بنعمل بنعمل انكلود لهيدر فايل اسمه ماث دوت اتش. وبنقدر نستخدمها في برامجنا. وكل فنكشن منها بتبقى ليها بس شوية قبل يعني الساين والكوساين والتان دايما في الكمبيوتر في كل لغات البرمجة بتاخد مننا آآ رقم حقيقي يمثل الزاوية بالتقدير الدائري. فاحنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت ان احنا ناخد بالنا ان احنا لو اليوزر اسهله يدخل التقدير الستيني بناخد منه وبعدين بن ايه بنحولها احنا الدائري ونشتغل. هنلاحظ برضو ان دايما اللوج في الكمبيوتر يمثل في الرياضة اللين اللي هو اللغاريتم الطبيعي في السي وغيرها من اللغات بنلاقي لما يكون متعرف فانكشن اسمها لوج فدي تكافق في الرياضة ان احنا عندنا معادلة فيها لين اللي هو الناتشرال لوجاريتم اللي هو الاساس بتاعه ال اي خلاص. فاللين ده بنكتبه لوج في الكمبيوتر. طب لا في الرياضة لما بنكتب لوج عادة اا اللوج طبعا واللين دولت ليهم تطبيقات كتير في الهندسة فاحنا يعني كتير من الوقت بنلاقي ان احنا بنضطر نستخدمهم اا معانا. يعني دولت مش حاجات رفاهية او مش مجرد قضاء واجب دلوقتي ان احنا بنعرف بس ان فيه فانكشن اسمها كذا. دايما في الرياضة لما بنكتب لوج بس هو هنا كتب لوج للاساس عشرة. لما بيتكتب لوج بس في الرياضة عادة بيبقى المقصود اللغاريتم للاساس عشرة فعلا. من غير ما يتكتب العشرة دي خلاص. فاحنا بنحول بس لو لقيت لوج وانا كتبت في الكمبيوتر في لغة السيئة بعمل لها برنامج معادلة فيها لوج. غالبا اللوج ده بيبقى للاساس عشرة. ما اقدرش انا بقى في السي اكتب لوج على طول لان كده هبقى غيرت الاساس وبقيت بتكلم على قيمة تانية. ففي لغة السي وفي لغات كتير برضو بيعرف لي فانكشن للغاريتم للاساس عشرة ده اللي هو لوج تين. فهنا عندي تو فانكشن متعرفين في الماس دوت اتش. لوج ولوج اتش. اللوج يعني لين او الاساس الطبيعي واللوج تين اللي هو بيكافئ اللوج في معادلات الرياضة اللي هو اللغاريتم للاساس عشرة. برضو الابسولوت احنا دايما بيبقى عندنا معادلات فيها ان احنا بناخد القيمة المطلقة. فعندي تو فانكشن حسب الفاريابل اللي بين اللي بين علامات الخطين دول. لو كان رقم صحيح نقدر نستخدم افس. ولو كان رقم حقيقي بنستخدم افس افس او فلوتنج بوينت ابسولوت. خلاص فدول تو فانكشن متحين ليا حسب الاكس انتجر ولا اه ريال. وبرضو عندي لن ممكن رقم حقيقي يعني رقم فيه كسر وعايز ستيل او الفلور بتاعه يعني عايز قوض رقم اه انتجر اكبر منه اللي هو السيلينج يعني سري بوينت تو السيل بتاعها مثلا فور. طريقة تانية في التقريب. طبعا في عندي الراوندينج اللي هو ايه اللي هو بيقرب بطريقة التقريب اللي احنا اه عارفينها. الفلور بياخد الرقم اللي ايه اقرب رقم صحيح اصغر من الاكس. فمسلا تلاتة ونص الفلور بتاعها تلاتة. فعندنا كل الفانكشنز دي وغيرها موجودين اه دي مجرد نموذج لما اكتر الفانكشنز المستخدمة اول اللي بنشوفها في الكومون يعني اه اللي هي بنستخدمها في برامجنا او في القوانين اللي احنا بنحاول نبرمى بها. خلونا نشوف كده سؤال هنا. نشوف حاجة زي كده نقدر نكتبها في الكمبيوتر ولا ما نقدرش. ممكن حد يساعدني ونكتبها مع بعض. عملتها في ديت. اه عملناها في ديت. خلاص يبقى طالما عملتها في بس مفهومة يعني مش كده. اه مفهومة. اه مفهومة. اه مفهومة. بس ايه ديت هتبقى ايه? هي 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 اسمها مش مكتوبة هنا يمكن صح? يعني فيه فانكشن اسمها ال اي اكس في. ولا انتو عملتوها ازاي? ايه اسخدم ده الفانكشن اسمها ايه. ايه ايه. لانها مش مكتوبة في الجدول اللي هو عمله ده. بس دي فانكشن برضو اساسية لازم ايه تكونوا عارفينة. طيب نبص بقى اللي هو هنا في شابتر توبي يقول لنا احنا الحاجات اللي اتعلمناها دي. اتعلمنا ان احنا بنعمل برنامج غالباً البرامج اللي انتو عملتوها لغاية دلوقتي متقسماً ثلاث خطوات. يعني لغاية دلوقتي عندنا الخطوة الاولى ان احنا بنعمل آآ الخطوة التانية بنعمل يعني بنحسب حاجة معنا تحويل مسلاً من من حاجة كده حساب مساحة الكلام ده وبعدين بنعمل اول فالبرامج البسيطة اللي انتو اللي احنا شفناها في الكورس ده كانت مفيهاش آآ آآ اكتر من كده خطوات ورا بعض. اللي هو الشكل اللي هو بيقوله ده ان البرنامج بتاعي عبارة عن ستيب بتودينا ستيب تانية بتودينا ستيب تالتة بتودينا ستيب رابعة لغاية ما البرنامج نتبع النتيجة والبرنامج يخلص. محمد ناصر معلش يعمل ميوت. خلاص? من الستارت الاند ده بنسميه سيكوينشل. فالسيكوينشل ده شيء جميل قوي لو برنامجي ممكن يتعامل كده. بس معظم البرامج اللي في الدنيا لما بنيجي نفكر فيها بنلاقي ان احنا في نقطة معينة يعني بدأت برنامج عملت اول خطوة وعرفت شوية وقارتها بسكان F مثلا زي ما تعلمته. طيب جت في لحظة كده لقيت نفسي عايز اشوف حاجة معينة. لو حصلت لو كانت هننفذ شوية اوامر. لو ما حصلتش هننفذ اوامر تانية. فده اسمه البرانشنج هنا. خلاص? البرانشنج ده يعني صعب جدا يكون برنامج له معنى في الحياة. ونبص على البرنامج كده نلاقيه من اوله الاخر وكده خطوات ورا بعض من غير تفرع. الشكل الاولين ده اللي هو اللي هو نموذج البرامج اللي انتو عملتوها في شابتر خلاص. مستو ان كل خطوة بتتنفذ وبتتنفذ مرة واحدة. تتبعه واكتشاف ايه اللي حصل في البرنامج اسهل. لكن هنا انا لقيت ان عندي شرط معين. لو اتحقق هنفذ اللي هي على اليمين دي. لو ما تنفذش. او لو لقيت الكنديشن ده فولس ما تحققش. هنروح ننفذ الاوامر اللي هي على الشمال. يعني معنى كده ان الامرين اللي على اليمين دولت. ممكن مرة برنامجي يشتغل ويخلص من غير ما يتنفذه خالص. في مرة تانية الا ان الامرين دول هما اللي ما تنفذوش خالص ودول تنفذو. فهنا لما بيكون عندي برانشنج. الاوامر اللي مكتوبة في برنامجي. قد تنفذ مرة وممكن بعض الاوامر بتتنفذش اصلا. يعني عدد مرات تنفيذ كل امر في برنامجي بيبقى احتمالي يكون zero او احتمالي يكون one. خلونا نتكلم كده مع بعض على example ونشوف ممكن نعمله ازاي. نفترض ان انا عايز التذاكر بتاعة القطر لو انتم بتركبوا قطر. التذاكر المكيف طبعا بتبقى آآ بتبقى مرقمة. يبقى انا عندي الترين. خلاص. هعمل برنامج ياخد رقم التذكرة. يبقى احنا عايزين نعمل البروجرام. رقم الكرسي يعني. خلاص. and print. نطلع على اليوزر ازا كان ده ويندو. ممر يعني كرسي على جنب الشباك لان في ناس كتير تحب تذكرتها تبقى جنب الشباك. فبيقول للرجل اللي بيحجز التذكرة لو سمحت خليه جنب الشباك او في وسط يعني ساعات بيبقى لينا طلبات كده واحنا بنحجز التذاكر. فممكن هو يضحك علي فانا هعمل على موبايلي خلاص ادخل رقم التذكرة وهو يقول لي التذكرة دي جنب الشباك ولا مش جنب الشباك. لو احنا بنتكلم على الدرجة التانية. اللي هو اللي هي الدرجة. تانية. هل نقدر من رقم الكرسي نعرف الكرسي ده جنب الشباك ولا على الممر؟ حد اصلا بيعرف لو شاف تذكرة يعرف هي جنب الشباك ولا لا؟ في الدرجة التانية طبعا احنا يعني. اعتقد اخدنا تطبيق ده قبل كده في عداني مع الدكتور حسم كان طربيه يبقى سرقوا مني بقى. طب وعملتو ازاي؟ اه هو يبقى من خلال المودلس ان اتأكد كل دورة يعني واحد هيبقى جنب الشباك واربعة هيبقى جنب الشباك. واحد واربعة جنب الشباك. يعني انا عندي لو انا عندي كرسيين هنا وبعدين كرسيين تانيين هيبقوا مترقمين واحد اتنين تلاتة اربعة صح؟ فاكيد واحد جنب الشباك واربعة جنب الشباك. ايه. وطريقة الترقيم بتمشي ازاي في القطر؟ في الصف اللي بعده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى واحد يعني بعد واحد اتنين تلاتة اربعة بالترقيب كده يبقى تمانية سابعة ستة شمس. اللي انا واقف عنده ده اربعة اللي وراه ده هو بيبقى ماشي دائري كده صح؟ حلزوني صح؟ دائري يعني بعد الاربعة ده. ايه. يعني تحت الواحد تمانية. تحت الواحد تمانية وبعدين سبعة زي ما انت بتقول وبعدين ستة خمسة. فيبقى الكرسي ماشي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طب وبعدين التسعة تحت التمانية مش كده? يبقى هنا تسعة وجنبية عشرة. وبعدين هم حداشر وبعدين هم اتناشر صح؟ هيبقى الكرسي ماشية واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين لفين كده كأنه خط ممدود. خلاص? والارقام بتمشي ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتناشر. وصدل اتناشر هيبقى تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر ستتاشر في وش التسعة. وهكزا. لغاية كام? اه لغاية اربعة وستين. في الدرجة التانية عادة يعني بيكون لغاية اربعة وستين في معظم العربية. تمام كده? يبقى انا دلوقتي عشان اعمل البرنامج ده. انا حجم اللي اتنين هتطبع. يا اما هطبع ان الكرسي جنب الشباك. يا اما هطبع ان هو اه مش جنب الشباك. طيب معنى كده ان برنامجي هيكون فيه امر برينت اف انه هو ويندو. وامر تاني برينت اف انه هو ايل. صح? هيبقى مكتوب امر كده اطبع ان ده جنب الشباك. وهيبقى مكتوب برضو لان في حالات تانية هيطبع انه مش جنب الشباك. هيبقى انا اكتوب printf انه هو i. بس اللي هيتنفس فعلا واحد بس من الاثنين. يبقى انا في حاجة معينة هاختبرها هنا. وبناءا عليها زي ما هو راسم هنا. انا هنا هاختبر حاجة معينة عشان اعرف الكرسي جنب الشباك ولا مش جنب. الاوامر الاولى دي هاعرف شوية variables. هقرى رقم التذكرة. وبعدين عايز اعمل اختبار هنا اللي هو مسميه condition في شكل المعين ده. اولا الشكل اللي مرسوم ده ايه? خدته قبل كده? خدته اسم الرسمة دي. float chart. float chart ده شكل من اشكال الالجوريسم. يعني انا لما برسم float chart كاني بكتب الالجوريسم. تمام? بس زمان قوي يعني وانا طفل كده كان float chart ده هو ايه? الشكل المفضل للناس بتوعي البرمجة. لما البرامج بدأت بقى يباني ان البرامج المفيدة بتبقى كبيرة قوي فهيقعد المبرمج يرسم رسومات وكده وعشان نحولها للكمبيوتر مش مش straight forward زي ما تكتب تيكست. خلاص? فهو ده تاريخيا كان float chart مفضل في فترة زمانية معي. بس دلوقتي الشكل المفضل هو ان انا اكتب الالجوريسم ايه? pseudo code او free يعني تيكست. بسطور ورا بعض مرقمة يعني. لكن float chart ما زال برضو ايه? اداة فعالة في برامج بتطلعها لي automatic بتاخد float chart تتحوله الكود يعني. فاحنا برضو float chart لازم نكون عارفين. فهو هنا انا فيه شرط معين هكتبه هنا ولو كان متحقق يا اما هقول مثلا لو اتحقق هطبع ان الكرسي جنب الشباك اللي هي زي الخطوتين دول هيبقى فيه printf ان هو كرسي شباك. else يعني لو ما حصلش الشرط لو روحت ناحية النو ديت هيبقى فيه كلام تاني مكتوب ان هو الكرسي ده في الممر مش مش الشباك. يبقى فيه حاجة هتتنفذ حسب الcondition او مش هتتنفذ. السطرين دول يا اما يتنفذو مرة يا اما ما يتنفذوش خالص. لو ما تنفذوش يبقى دول اللي هيتنفذو مرة. لو دول اتنفذو يبقى دول مش هيتنفذو. يبقى دايما بيكون عندي تفرع اختيار من اتنين. خلاص? فاحنا عشان نعمل ده محتاجين نعمل اف ستيتمنت. يبقى البرانشنج ده في البرمجة اسمه اف ستيتمنت. واعتقد انكم لو كنتوا خدتوا ده اساين منت قبل كده يبقى انتم ايه عارفين الاف ستيتمنت مش جديدة علينا. فانا عشان نعمل البرنامج ده. انا محتاج الاول ان انا اعمل ريد للتيكت ننبر. وبعدين عايز افكر بقى ازاي يعرف ملكامو. ايه ممكن لو كانت ايه لو تيبل اسمه على الاربعة بصفر. او المدرسي يعني بتاعتها بصفر يبقى 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 يجمي الشباج او ربع. يبقى يبقى يعني ربعه يبقى ان احنا هنا هنلاحظ ان الكراسي اللي جنب الشباك يا اما بتقبل الاسم على 4 يا اما بتبقى يعني الاربعة الخامسة كمان جنب شباك بعد الاربعة بواحد التسعة بعد التمانية بواحد الاثنشر هيبقى بعدها 13 فيا اما الرقم نفسه رقم التذكرة بيقبل الاسم على 4 يا اما لو اسمتوا على 4 بيتبقى واحد فعشان كده زميلك قالوا من شوية ان احنا محتاجين بس الافريتور اللي اسمه الموديو بس. فأنا هنا هقول له إيف. وإحنا كتبنا مرة ألجوريسم في أول محاضرة خالص. كان فيه برضو تفرع. يعني المفهوم نفسه مش جديد علينا. فأنا هقول له إيف إن التيكت نمبر مود أربعة يساوي zero or one. ده كده أنا بكتب ألجوريسم دلوقتي مش برنامج C. لو أنا جبت التيكت نمبر ده. عشان كده أنا كتب تيكت نمبر مش مهتم إنه يبقى اسم variable عادي جدا. مود كتبت مود ده المود أو اسم الأوبريتور اللي بيجيب لي باقي الاسم أو الريمندر. خلاص هو المود. فيه لغات فيها الأوبريتور اسمه مود نفسه. إحنا في السيد نستخدم علامة النسبة. يعني المود عندنا في السيد. هكتب دي إزاي السطر ده في السيد. هكتب إيف برضو. بس لازم الحاجة اللي بعد الإيف تبقى بين قصين. يعني أي إيف في لغة السيد بنكتبها بين قصين وبين القصين بنكتب الكونديشن بتاعنا أو السؤال بتاعنا. مش هيبقى في السيد اسمه تيكت نمبر كده. خلاص. ممكن يبقى اسمه تيكت أندرسكور نمبر يبقى هنا اسم الريمندر اتفقنا إنه ما ينفعش يكون فيه مسافات أو حروف خاصة باستثناء الأندرسكور. وبعدين المود. أنا كاتب هنا مود في الألغوريسف. ممكن أكتبه كده بقى. في السي اسمه كده مود فور خلاص. وبعدين في السي لما أجي أقارن رقمين أقول هل هم بيساوي بعض ولا لأ؟ بستخدم اتنين يساوي مش يساوي واحد. فالسطر اللي أنا كاتبه كده بيقول. لو كان الفاريابل اللي اسمه تيكت نمبر اللي إحنا هنقرأ فيه رقم التذكرة. لو كان الفاريابل ده نتيجة اسمته على أربعة الباقي بتاعها صفر. يعني لو كان التيكت لما أكتب حاجة كده حاجة موديولاس رقم equal equal zero كإني بقول لو الحاجة الأولى دي بتقبل الاسم على أربعة كده كإني بقول لو كان التيكت نمبر بيقبل الاسم على أربعة لو كان التيكت نمبر باقي اسمته على أربعة يساوي صفر. يعني لو كان التيكت نمبر بيقبل الاسم على أربعة خلاص. بس احنا عندنا هنا كاتبين كده بشكل باللغة بتاعتنا بطريقتنا احنا كبشر صفر أو واحد فمش هينفعجي هنا اكتب or اللي جوه بتتكتب اتنين عصاية كده أو stroke اللي هي بتبقى فوق خالص shift مع الضرار اللي جنب خلاص في ناس هتيجي في الأول وتكتب او واحد كده تمام احنا هنا اللي قدامنا ده بيقول فيه شرطين يأما يكون التيكت نمبر بيساوي صفر أو ايه أو يكون التيكت نمبر نفسه ده اسمته على أربعة تساوي واحد فهنا الطريقة دي في الكتابة مش مظبوطة لأن كده هيمسك ده كله يحسبه ويعمله or ده رمز or في السي or واحد والواحد في السي معناها true اي رقم غير الصفر في السي هيعتبره true صح yes خلاص واي صفر هيعتبره false يعني أنا لو كتبت دي بس كده هنسبنا من الموضوع الواحد ده لو أنا جيت في لغة ستي كتبت السطر ده بين القسين دول عشان دائف لازم يكون نتيكته a او لا yes او no او true او false فهنا أنا كتب له اسم variable هيجيب قيمته هيقسمه على أربعة ويشوف باقي الاسم هيقارن equal equal دي يعني قارن الشمال باليمين ويقول لي a او لا فكأنه لو التكت نمبر مثلا بعشرين فهيمسك العشرين يقسمها على أربعة باقي اسمتهم كام صف لان العشرين بتقبل اسمه على أربعة فنتيجة الاكسبريشن ده تكت نمبر remember for او mode for نتيجته كانت zero الايقوال ايقوال معناها ايه هل اللي على شمالي اللي هو الاكسبريشن اللي أنا عمله highlighting ده هل تكت نمبر موديولاس 4 بتساوي الصف ولا لا يبقى equal equal دي ما ننخبطهاش مع الايقوال لان الايقوال بس معناها خزن اللي على اليمين في الشمال equal equal معناها قارن الشمال واليمين وقل لي بيساوي بعض ولا لا فلو لقاهم بيساوي بعض يبقى الايف دي نتيجتها yes لو لقى ان التكت نمبر مود أربعة حاجة غير الصف هيبقى نتيجة الايه نتيجة الكنديشن ده كله zero او no خلاص فانا الالجوريسم نفسه انا كتبه كده بايه بلغة حرة شوية لكن لما هنيجي نكتبه بالسي هتفرق شوية الكتابة لكن في دايما يعني one to one correspondence يعني اقدر اقرى سطر الالجوريسم واكتب ما يقابله على طول في لغة البرمجة اللي ايه اللي انا بستخدم فلو انا لقيت التكت نمبر مود أربعة بتساوي صفر أو واحد يعني رقم التذكرة بيقبل الاسم على اربعة او نتيجة اسمته على اربعة بيتبقى منها واحد في الحالة دي انا هعمل ايه هقول print ان ده window مثلا خلاص وبعدين عندنا كلمة else بنستخدمها else معناها لو ما كانش الايه لو ما كانش الشرط اللي احنا عملناه ده فوق متحق خلاص فهقول في ال else ايه يعني لو انا جيت هنا نفست اللي فوق ده لقيته مش متحقق ال if قلت لي لا لو ال if قلت لي a هخش انافذ اللي بوه ده لو ال if قلت لي لا هخش انافذ اللي بعد ال else ده اللي هو ان انا اطبع ان ده كرسي مش عند الشبق تمام فيبقى البرنامج ده لو جيت كتبته لو جيت رسمتله floor chart هقول start وبعدين هقول له read برضو القيمة بتاعت window ticket او seat number وبعدين هكتب هنا ان هو بيقبل الاسم على 4 ان هو باقي اسمته على 4 بيساوي 0 او بيساوي 1 وفي ال yes هكتب ان هو يطبع ان هو window في ال no هكتب انه يطبع ان هو ممر وبعدين ما فيش steps تانية هقول له ايه خلاص البرنامج خلص طريقة كتبته بقى في السيء الحتة دي ان احنا بين خسين انا هاخد الحتة اللي انا قلتها ديت دي كده نص نص الشرط بتاعي انه هيشوفه بيقبل الاسم على 4 ولا لا النص التاني ان انا بقول او الاو دي بنكتبها كده في السيء عصيتين وبعدين بنحط نفس الكلام تاني بس ايه يعني لازم اعيد انا بعمل عملية الاسم مرتين مرة بشوفها طلعت صفر او تكون طلعت واحد فانا قسمت هنا مرتين خلاص اه حقفل دلوقتي وافتح تاني وبعدين نرجع ايه نشرح ديت مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة